أنا اسمه خلود عندي 15 سنة ما كنتش أعرف أن أنا عندي سلطة في رجلي هما أنا لقيت بابا بيعاية وقال لي أنت هتروحي المستشفى هتاخد الدواء وهتطيبي بس ما كنتش أعرف إيه هو المرض لما جيت هنا بعديها كمان بسنة لما عرفت بكاترة هنا بمزايا الملايكة كنت عاملة متابعة وكان بس كان فاضل لجرعتين يعني فقالت لها نضغيهم وخلاص من العلاج خلاص خلصنا وهتطبع بقى معي كل كم شهر وساعتهم كل كم سنة أحب أولي زمالي اللي لسه بتعالجه في 57 ما يخافوش من المرض ده ويخلي إيمانهم بالله كبير إن شاء الله ربينها يشفون أنا نفسنا مكبر أبقى دكتورة سيدرانية وأشتغل في 57 وخف المرض على الأطفال زي ما أنا خفيت ورد المستشفى الجليل المستشفى 57-57 لها فاضل كبير علي بعد ربينا سبحانه وتعالى مؤسسة مستشفى 57-57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان رحلة علم هدف على الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر